بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر العلمي والصناعي بنكمل معاكم مناقشة مادة التكنولوجيا وأكيد إحنا لساتنا مع موضوع إنشاء الاستعلامات باستخدام لغة الـ SQL ولساتنا مع استعلام لاختيار ما ذهبنا لأي نوع من أنواع الاستعلامات الآن إذا لحظتم خلال الدروس السابقة إحنا كنا ننشئ استعلامات على جدول واحد فقط يعني كنت أجي أحكي لك من جدول العمال ظهر لأسماء العمال من جدول المشاريع ظهر لأسماء أو أماكن المشاريع التي كذا ضمن معيار معين الآن في هذا الدرس رح نتناقش بإنشاء استعلام اختيار بس من جدولين يعني باجي أحكي لك من جدول الموظفين يعطيني اسم الموظف ومن جدول المشاريع يعطيني اسم المشروع اللي بينتميله هذا الموظف ومن جدول مثلا الأقسام يعطيني اسم القسم اللي بيشرف على هذا المشروع اللي بينتميله هذا الموظف فبالتالي أنا بدي معلومات مترابطة من عدة جدول يعني من جدول أسماء الطلب يعطيني أسماء الطلاب ومن جدول العلامات يعطيني علامات هذول الطلاب اللي أنا طلت أسمائهم لأنه في علاقة بين جدولين اللي أنا طلت أسمائهم ومن جدول أسماء الاستعارة يعطيني كل طالب إذا مستعير كتاب إيش مستعير تمام؟ وممكن في هذه الحالة نضيف عليها باقي المعايير اللي كنا نضيفها في الدرس السابقة الآن بدنا نلاحظ ملاحظة أنه أنا بما أني بدي أعمل استعلام اختيار أطول معلومات من جدولين المنطقة بيحكي أنه هذول الجدولين لازم يكون بينهم علاقة يعني مش منطقياً آجي أحكي لك اعطيني أسماء الطلاب الذين يعملون مثلاً في قسم الشؤون الإدارية في الترب والتعليم مثلاً مع العلم أنه الطلاب والأقسام موجودين في نفس نظام قاعدة البيانات بس جدول الطلاب ما فيش علاقة بينه بين جدول الأقسام وأنا حكيت لكم ملاحظة مهمة في الدروس السابقة عن موضوع العلاقة قلتلك أنت بتنشئ علاقة بين جدولين لما الجدول الأول فيه معلومة بتخصه في الجدول الثاني فبالتالي الطالب فيه معلومة بتخصه في جدول أقسام الموظفين في مديرية الترب والتعليم أكيد الطالب ما فيش معلومة بتخصه لأنه مش موظف في أي قسم فبالتالي ما فيه معلومة بتخصه علشان هيك لما بدي أنشئ استعلام اختيار من جدولين ضروري أنه يكون فيه علاقة بين الجدولين هاي النقطة الأولى النقطة الثانية المهمة جداً ضروري أنا أظهر العلاقة بين الجدولين يعني كيف أظهر العلاقة خليني أشغل العلاقات هنا العلاقات باجي بقول مثلا هاي موجود جدولين بينهم علاقة فباجي بحكي لك بدي أسماء الأقسام وأسماء الموظفين في كل قسم من الأقسام أو اللي بنتموا لهذه الأقسام طيب أسماء الأقسام من جدول الأقسام أسماء المهندسين من جدول المهندسين تمام التمام اللي عنده هنا الوضع تمام الآن فعليا أنا على الـ Access صانع علاقة بس في الـ SQL لازم أحكي له أنه في علاقة بين هذول الجدولين طيب ممتاز إذا بتذكروا في درس العلاقات حكيت كيف أنا بصنع علاقة بين جدولين عن طريق أساسي في الجدول الأول مسكته وخليته أجنب في الجدول الثاني وهيك أنا صنعت علاقة فبالتالي لما بدك تكتب كود الـ SQL بدك تقول له Where انتبه لشغلي أنه الجدول الأول مفتاحه الأساسي مرتبط بالحقل الفلاني في الجدول الثاني اللي هو عبارة عن مفتاح أجنبي ومرتبط هذه نستعيد عنها في رمز اليساوي فبالتالي باجي بحكي له الحقل depart name اللي بجدول الدبت مرتبط أي يساوي الحقل depart number عفوا depart number هون depart number اللي في جدول الانجينير تمام؟ هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة لو جينا تطلعنا على الصياغة العامة طبعا اللي عند هنا مش كثير رح يختلف هنا بيصير الاختلاف اللي عند هنا مش كثير رح يختلف معاي select و from select أكيد موجود حقل من الجدول الأول وحقل من الجدول الثاني لازم في حالة خاصة هسا بحكي لكم الحالة الخاصة وينت لازم وينت جائز أحيانا لازم وحيانا جائز أن الحقل تحكي اسم الجدول اللي موجود فيه الحقل تمام؟ الحقل عباجة بقول والله الحقل depart name من جدول department وانا برضو جي باللي من جدول الانجينير انجينيرنا فبالتالي اسم الجدول اسم الحقل اللي بدأ طوله من هذا الجدول اسم الجدول الثاني اسم الحقل اللي بدأ طوله من هذا الجدول from الجدول الأول والثاني والثالث وإن شاء الله عشر جداول والآن رح أطبك لكم على جدولين وعلى ثلاث جداول الآن where where ممكن ما يكونش عندك ولا معيار في هذا الحالي باجب أقوله where حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول اللي هو هنا حكينا depart number يساوي أي مرتبط مع حقل المفتاح الأجنبي اللي هو مرتبط معه في الجدول الثاني تمام يا جماعة الآن إذا كان عندي كمان معيار باجب أقوله and وبضيف المعيار الثاني هذا المعيار الأساسي مثلا باجب أقوله اظهر لي مثلا أسماء الأقسام وأسماء الموظفين بس بشرط لعند هنا إحنا وصلنا لعند هذا المكان بس بشرط أنه الموظف يكون تاريخ ميلاده مثلا أو تاريخ تعيينه أو تخصصه مدني فبالتالي في هذه الحالة باجب أقول and وبعدين التخصص يساوي مدني تمام؟ تفقنا على هالنقطة طيب خلينا نسوي مثال وندخل ملاحظة أخيرة قبل ما ندخل على المثال شرط أنه نضيف مع اسم الحقل اسم الجدول شرط في حالة وحدة أنه في الجدولين موجود حقلين بنفس الاسم أو في قاعدة طب هو بيصير في قاعدة البيانات أكثر من حقل يكونن في نفس الاسم شباب في قاعدة البيانات اللي ممنوع يتكرر اللي هو قيمة المفتاح الأساسي ما عدا ذلك شو ما بدك كرر فقط قيمة المفتاح الأساسي اللي ممنوع تتكرر قيمة المفتاح الأساسي يعني عادي في هذا الجدول يبكى حقل اسم نيم وفي هذا الجدول يبكى حقل اسم نيم في هذا الحالي بيعطيك ملاحظة بكل كدير بالك أنت اللي بتتخربط بس أنا مفيش عندي كبرنامج مشكلة تمام؟ يعني مثلا طيب افرض أنه ممنوع افرض ولونه ما اسمه افرض أنه ممنوع معقولي يكون في الجدول الأسماء حقول مكررة آه معقولي عندي هون مفتاح أساسي وعندي هون مفتاح أجنب بمعناته كررت أسماء حقول فبالتالي إذا في حقل مكرر في أكثر من جدول بضيف معه اسم الجدول الموجود فيه علشان يعرف الديبارت نمبر اللي فيه الديبت ولا الديبارت نمبر اللي في الانجينير طاله ولا ديبارت نمبر اللي في الجدول الوسيط طلية هاي عندي ثلاثة ديبارت نمبر في هذا الجدول فبالتالي باجى بأكله الديبارت نمبر اللي في الجدول الفلاني تمام يا جماعة لازم أحدد بس لما جاء أكله مثلا ايه امبلوينم فش 기분 هذا الجدول امبلوينم خلص بكتبها بدون اسم الجدول هذا في الوضع الافتراضي في امتحان التوجيه هيك أعمل تمام؟ لأنه في امتحان التوجيه الجداول وأسماء الحقول كدامك بس والله إذا أنت عندك قاعدة بيانات وإنت تايه مش عارف يعني في هذا الجدول موجود نيم أنت مش عارف أنه في جدول ثاني موجود نيم فهذا الحال يريح لراسك هذا في حال أنك أنت تشتل المشروع مش في التوجيه بس في التوجيه ما كله كدامك تمامي جماعة يلا خلينا نسوي مثال علشان نفهم الفكرة حاكي له أنا أظهر أسماء المهندسين وأسماء الأقسام التي يعملون بها فمني جي من كله select ومنيجي على قاعدة البيانات اللي هي أصلا بتكون قدامك يعني هيك بتكون في الامتحان قدامك موجود بهذا الشكل أو بشكل ثاني يعني فيش إشي تفكير من عكلك تمام أسماء المهندسين اللي هي engineer name في بهذا الجدول engineer name في بهذا الجدول engineer name فيه هون engineer name فيه هون engineer name معناته ما بلزم أضيف مع اسم الحقل فبجب أقول له اسم الجدول هاي engineer name ما بلزم أضيف معه اسم الجدول وكمان إيش بدي أظهر وأسماء الأقسام أسماء الأقسام اللي هي depart name فيه في جدول آخر depart name مش موجودي أنا هاتو بأجب أقول depth name هيك صح ولو جيت قبل depth name وضفت depth dot depth name برضو صح اللي هو اسم الجدول dot اسم الحقل اللي موجود في هذا الجدول برضو صح تمام؟ بعدين منيجي من كله from اسماء الجداول اللي هو جدول الانجينير الجداول اللي طلط منهن الحقول و جدول الدبت اللي عندهن تمام بعدين منيجي من كله where المفتاح الأساسي في الجدول الأول والمفتاح الأجنبي في الجدول الثاني المفتاح الأساسي في الجدول الأول depth number والمفتاح الأجنبي في الجدول الثاني depth number وبينهن يساوي فبأجب أقول له depth طبعا أنا أغلطت عامد علشان أوضح لكم الفرق depth number يساوي depth number هون بيجي النظام بكل أنية depart number اللي مرتبطة مع أي depart number أنا عندي ثلاث حقول اسمهم depart number ففي هذه الحالة لازم أميز له أقول له depart number اللي في جدول department شفتوا وين انت لازم أضيف اسم الجدول ففي هذه الحالة بيجب أقول له department dot تساوي مرتبطة مع depart number اللي في جدول المهندسين فبالتالي اسم الجدول engineer dot depart number وما ننسى نضيف الفارزة أو الفاصلة المنقوطة نعمل نسخ وخلينا نشوف شغلنا صح ولا مش غلط هاي control V وبنقول بسم الله ملاحظين معاي جبلة من الجدول الأول اسم الموظف ومن الجدول الثاني القسم اللي بيشتغل فيه هنا بتظهر أهمية المفتاح الأجنبي يعني في جدول المهندسين هاي جدول الانجينيرز لما أنا صممت الجدول حاكي أنه هذا الزلمي تابع للكسم ثلاثة فبالتالي عن طريق التكامل المرجعي فيهم النظام لما سويت أنا استعلام أنه الكسم ثلاثة اللي هو التصميم المعماري فبالتالي خلدون مباشرة ربطلي مع قسم التصميم المعماري هنا بتظهر أهمية المفتاح الأجنبي وراح تظهر كثير لما نروح على استعلام الحدف تحديدا تمام وأهمية التكامل المرجعي طيب لو جينا هنا كملنا على السؤال جينا كلنا أنشئ استعلام نفس السؤال يظهر أسماء المهندسين والأقسام بس بشرط مش كل المهندسين المهندسين اللي تخصصهم مدني يعني إيش بدي أضيف بدي أضيف على هذا الكود معيار ثاني طب أنا ضيف وير بدي أضيف معيار ثاني بجيب أكله and and تخصصهم مدني اللي هي major تساوي مدني وإيش ننسخ الكود خلينا نشوف SQL فهنا بس بيظهر لي اللي تخصصهم مدني طب مين تخصصهم مدني اللي تخصصهم مدني اللي هو عمر فمعناته رح يظهر لي بس بيانات عمر لاحظين بس بيانات عمر فيمن الفكرة طيب فيمن فكرة لما يبكى أكثر من معيار لأنه هاي كثير الطلاب بيخربطوا فيها لم يبكى أكثر من معيار طيب خلينا نشوف هذا السؤال اللي موجود في الكتاب أول إشي موجود عندي هنا سؤال استرجع أسماء المهندسين وأسماء الأقسام التي يعملون بها هذا السؤال حلنا وعلى فكرة أنا رح آجي على أمثلة الكتاب في فيديو لحال وأحلها جميعها بس في مثال في الكتاب مش صابر لعندما يجي وقت حل هذا المثال وأحله لا بدأ حله في هذا الدرس ولما نروح على مثال الكتاب أو لما نحل أمثلة الكتاب بنحله كمان مرة هنا شو حاكي ليسترجع عدد المشاريع لا لا مش هذا المثال استرجع عدد المشاريع هذا المثال صمم استعلام تحديد لإظهار أسماء العمال وأسماء المشاريع فمعناته عنا جدول العمال وجدول المشاريع برضو هذا المثال مهم جدا هاي جدول العمال هاي جدول البروجيكت تمام؟ وهاي جدول العمال هاي جدول البروجيكت وهاي جدول العمال بروجيكت وإمبلي طيب وأسماء المشاريع التي يعملون بها والتي يشرف عليها القسم اثنين معناته في هذا الحال في عندي جدول ثالث اللي هو جدول القسم هاي جدول القسم الآن يا جماعة لاحظوا معاي إنه العلاقة بين جدول القسم وبين جدول المشاريع متعدد لمتعدد لأنه فيه جدول وسيط في هذه الحالة لما تكون العلاقة متعدد لمتعدد حكيت لكم فإنه العلاقة لابد إنها تمر من خلال الجدول الوسيط ما فيش إش اسمه متعدد لمتعدد ما فيش إش اسمه علاقة بين هذا الجدول وهذا الجدول مع بعض ما فيه علاقة العلاقة بين هذول الجدولين لازم عن طريق طرف ثالث اللي هو الجدول الوسيط فبالتالي هذول الأربع جداولد الهن علاقة وداخلات في الاستعلام علشان هيك لما بدي أدخل أسماء الجداول بدي أدخل أسماء الأربع جداول لأنه الاستعلام بخص هذول الأربع جداول بخص جدول المشاريع بخص جدول الموظفين وبخص جدول الأقسام اللي علاقته مع جدول المشاريع بمر من خلال الجدول الوسط إذن لما بنحل هذا السؤال بنجي بنحكي select هذا select عرفناها الآن أسماء الحقول بدنا نضيف أسماء الحقول اللي مطلوبة معنا فبنيجي على السؤال الآن يا جماعة بعد select ما بكتب جميع الحقول اللي في السؤال هذه المعلومة لازم تكونوا عارفينها بكتب الحقول اللي بديها تظهر في الجواب وباقي التفاصيل بعد أسماء الحقول بكتبها فشوف شو كاتب لي لإظهار أسماء العمال إذن اسم العامل بما أنه بدي أظهره معناته بعد select بدي أضيفه طيب اسم العمال عندي في كوعدة البيانات هاي جدول العمال اللي هو employee فمعناته بعد select بجيب أقول emb name الآن يا جماعة في كوعدة البيانات غير emb name اللي في جدول employee موجودة emb name مش موجودة emb name فبالتالي ما بلزم في هذه الحالة أضيف اسم الجدول تمام طيب كمان شو بدي يظهر لي أسماء المشاريع أسماء المشاريع اللي هي من جدول project project name في project name غير project name الموجودة في جدول project دوره مش موجودة معناته ما بلزم أضيف اسم الجدول اللي موجود فيه project name لأنه فيش اللي هو وحدة في كوعدة البيانات فمعناته بنيجي من كله project name وبنضيف فاصلة طيب شو كمان طالب مني طالب مني التي يعملون بها والتي يشرف عليها القسم اللي رقمه 2 معناته بدي أظهر في هذه الحالة depart number اللي هو رقم الكسم تمام علشان يظهر الكسم 2 اللي بيشرف على هذه المشاريع طيب تعالوا نطلق على كوعدة البيانات أي depart number منضيفها depart number اللي هون ولا depart number اللي هون ولا depart number اللي هون معناته في هذه الحالة منكتب depart number هاي depart number بس قبل اسم الحقل لازم نضيف dot وقبل dot لازم نعرف أنه جدول بدنا نظهره شوفوا يا شباب بما أنه العلاقة لا تمر إلا من خلال الجدول الوسيط فمعناته الكسم هنا مكتوب الكسم بيشرف على أي مشروع هنا الكسم بيشرف على أي مشروع معناته في هذه الحالة depart number اللي هون لو جينا على الجدول الوسيط خليكم تفهموا الفكرة في هذه الحالة موجود الكسم اثنين بيشرف على هذا المشروع فأنا بدي أعرف كل مشروع أنه الكسم اللي بيشرف عليه فبالتالي في جدول المشاريع هاي جدول المشاريع مش موجود الكسم اللي بيشرف على أي مشروع في جدول الأقسام مش موجود عفوا هاي الدبار مش موجود الكسم اللي بيشرف على أي مشروع موجود فقط في الجدول الوسيط معناته أنا بدي رقم القسم اللي موجود في الجدول الوسيط سؤال دقيق للغاية معناته الجدول الوسيط إيش اسمه؟ برو ديبت فبجب أقول له جدول برو ديبت على فكرة هذا السؤال اللي حاله زمان صورتله حلقة كاملة وبعدين منيجي منكمل منيجي من كله فرام أسماء كل الجداول اللي داخلي معانا في هذا السؤال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذا الحالة شو داخل معانا جداول في هذا السؤال؟ داخل معانا جدول امبلوية وجدول البروجيكت والجدول الوسيط طيب هذا الجدول داخل معانا في الحل برغم انه له علاقة مش داخل معانا في الحل طيب انضيفه ولا ما انضيفهوش الحل بمرك من خلاله ما بمرك من خلاله بس هذا الجدول الحل بمر من خلاله فسواء ضفته أو ما ضفته ما رح يأثر هس إذا أنت في الامتحان شكيت ضيفه في شي مشكلة بس أنا بقول لك بما أنه طرفي مش جاي بالنص مثل هذا الجدول لو ما ضفتوش ما في شي مشكلة فأنا ما بدي أضيفه بدي أضيف العمال المشاريع الجدول الوسيط فأجبه كله from العمال المشاريع الجدول الوسيط تمام الآن منيجي لwhere المعيار في المعيار بدي أظهر العلاقات طيب موجود عندي أنا هنا عدة علاقات موجود واحد لمتعدد معناته منيجي منقول project number اللي في project تساوي project number اللي في الemployee and معيار ثاني لأنه في عندي علاقة ثاني بدي أظهر له إياها project number اللي في project تساوي project number اللي في البروديب طب بلزم كمان معيار آه بلزم كمان معيار لأنه في السؤال كاي اللي والتي يشرف عليها القسم اثنين معناته باجبه كله the and depart number اللي في الجدول الوسيط تساوي اثنين يعني المعيير الرئيسي إضافة لمعيار زيادة في هذه الحالة فباجي بكتب where وباجي على القاعدة هنا باجي بكله project number اللي في project فباجي بكله project dot pro no no تساوي البروجيكت نمبر اللي في امبلوية فباجي بحكيله imp dot project number برضو خلصنا المعيار الأول and الآن المعيار الثاني المعيار الثاني في عندي علاقة ثانية اللي هو البروجيكت نمبر اللي في البروجيكت يساوي البروجيكت نمبر اللي في الجدول الوسيط تمام خليني اجي انسخها بس ايش الجدول بديو يختلف هنا اللي هو عبارة عن الجدول الوسيط اللي اسمه pro dip الآن and البروجيكت نمبر اللي في الجدول الوسيط تساوي اثنين اللي هي في السؤال كايلة والتي يشرف عليها القسم اثنين والاشراف موجود رقم القسم في الجدول الوسيط خلينا نسمي بالله ونجرب نشوف شغلنا زابط ولا لا هاي منيجي نعمله نسخ ومنيجي هون على الاسيكيوال استعلام عرض اسيكيوال ومنقول بسم الله وبنشغل شوفي عنا مشكلة والتي يشرف اسم العامل اسم المشروع ورقم القسم خلينا نيجي هون عرض اسيكيوال هون الغلطة اللي غلطناها انه كايلة والتي يشرف عليها القسم رقم القسم احنا شو كاتبين هون اند برو نمبر اللي هو رقم المشروع فبالتالي هذا بتصير بس دبت نمبر وخلينا ننسخ الكود ورد نجربه كمان مرة ملاحظين في البرمجة حرف واحد ممكن يفرق فاصلة ممكن تفرق نقطة ممكن تفرق كلمة بدل كلمة ممكن تفرق خلينا نعمل تشغيل لاحظتوا انه الكسم رقم اثنين بيشرف على مشروع مركز السعادة اللي فيه عمال اللي هم بس عمر لعند هون ان شاء الله تكونوا استوعبتوا فكرة الاستعلام من جدول والاستعلام استعلام الاختيار من جدولين ان شاء الله انه يعني تقريبا خلصنا بنسبة تسعة وتسعين في المية استعلام الاختيار بيضل علينا يعني امثلة تفصيلية بس علشان ترسخ الفكرة هاي في دروس متقدمي فالدروس القادمة ان شاء الله بندخل على استعلام التحديث واستعلام الحدف واستعلام الالحاق الله يعطيكم الف عافية